السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأوفياء كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله ضمن فيديو جديد ووصفة جديدة سنقترح عليكم حلوة القوفرات ولا حلوة البيض المسلوق كل واحد أشنك يسميها بمكوينات الاقتصادية كتوجد زربة وكتعطي كمية اللي هي وفيرة وكيف العادة كنرحب للناس لي الله نضموا القناة وكيف العادة كنرحب للناس لي الله نضموا القناة باش يشتركوا في القناة بالضغط على زر الأحمر مع تفعيل زر الجرس بارتاجة ولاشين مع الأهل والأصدقاء والمعارف ديالكم وكيف العادة دعمونا بزر لايك للإعجاب باشكل فيديو كتلونس عند أكبر عدد من المتابعين هكذا كتحفزوني أعطيكم وصفة لي كتكون سهلة اقتصادية وفي المتناول وفي نفس الوقت كتعم الفائدة إذا نخليكم معايا باش شوفوا الوصفة من الأول حتى الأخير مع جميع المراحل أديال التحضير كان رحبكم متابعين الأوفياء مرة أخرى وغاد يمدون الوصفة ديالنا على بركة الله أول حاجة كان اعتدر تحدفوا لي جوجد المقاطع ديال هاد الوصفة اللي غاد نحضره معها بعد اليوم لذلك فأنا عودتها بفيديو يعني مقطع من فيديو السابق لذلك غنحاول نشرح لكم هكذا نخدمه الطريقة وفي نفس الوقت نحاول نشرح لكم المراحل بالترتيب إذا في المرحلة الأولى فأنا نخدمه 500 جرام ديال الزبدة مع جوج ديال الفانيات كاسونس ديال سكر سنيد العبار بكاس ديال العنبة وقبصة ديال الملح يعني هاد المكوينات غادي نخدموهم مزيان مزيان مع بعضياتهم حتى كي تخدموه مزيان ومباشرة كنضيفه أستا ديال الصفر ديال البيت مسلوق إلا كننا غنضيفه البيت كومبي ماشي مسلوق فأنا ما كنضيفهش البيت يعني كنضيفه كاسونس ديال زيت نباتية يعني كنأكد على هاد النقطة إلا كالبيت ما مسلوقش نخليه آخر حاجة كالبيت مسلوق حنا غير كنخدمه ثاني ده زبدة وفاني كنضيفه البيت مسلوق وعاد كنضيفه الزيت إلا كالبيت ما مسلوقش نخليه هو الآخر يعني كنضيفه الزيت ونخدمه حتى كي ولي بحل شكل ديال الكريمة عاد كنضيفه البيت يعني في الآخر كيف ما غادي تلاحظه اذا هنا كيف ما غدي تلاحظو كنخدم المكوينات مزيان مزيان وكنضيف ما يعادي الكاسونس ديال زيت نباتية دائما القياسات عندي بكاس ديال العنبا كيف معوتكم دائما بالنسبة في المرحلة فاش كنضيفو الزيت فحنا كنضيفو البيض يعني لك البيض يعني ما مسلوقش بالنسبة الى خدمت المكوينات ديالكم مش شو هم داروا معاكم هكا تكتولات ولا ما تخدموش مزيان فاكيد غادي ستاخذوا المكسور بعد ما كتضيفو الزيت اللي عندهم مكسور هكا فهما كيتحنو يعني للخالد ديالهم مكين حتى شي اشكال يعني كينين وصفات ديال الصابلي وبزاف ديال وصفات اللي كنخدموهم بالمكسور هكا باش كي يعطيونا هاد النتجة كتكون زوينة وكتولي يعني بحل شكل ديال كريمة يعني داروا ورهم هاد الخطوة هادي يعني في المرحلة الاولى فاحنا كنخدمو بكل ارياحية كيفما قلت لكم دائما ولا كيفما كنقلكم جميع الفيديوهات اللي كيسبق ليها ولا سبق ليها درجت معاكم في القناة هنا فانا فانا نضف جو ساشية تونز ديال الخامير للحلويات لانا الكيميا ديال زبدة هي 500 جرام يعني استعملت كيميا اللي هي كتيرة واللي بغا يستعمل فقط نصف الكيميا فاكيد كي يقسم المكوينات على جوج واللي بغا يضاعف فاكيد كيضربها في جوج اذا هنا كنضيف الدقيق بالتدريج كنضيف الدقيق يعني شوية بشوية ونحن ندخلو كيميا ديال الدقيق اللي كتكون هكا مناسبة وندخلوش واحد الكيميا اللي هي كتيرة باش لحلوة ديالنا كتبقى اهشيشة وميمطون ما كتنشفش معنا وجينا قاسحة داروري هاد النقطة هادي هنا فانا كندخل يعني كنخدم بيد واليد كتكون عدنانة شفافة احنا كنقلبو بها العجين ولكان تستوي العجين ديالنا باش نشوف العجين واش خاصة كيميا ولا لا فبالنسبة لي ما غنضيف شو حد الكيميا اللي هي كتيرة باش غنضيف لاناني غادي نقسم العجين ديالي على جوج وغادي نكه بجوج ديال الماضاقات اللي هما مختلفين انتوما كنتم غاديش تنسمو نهائيا ادكتافيو فقط بالفانيليا غادي تدخلو الكيميا المناسبة ديال الدقيق كتكون العجينة طرية كتتكور معاكم بكل سهولة وما كتبقى محافظة شوية هكا يعني هي راطرية وما كتبقى مني كتشكلوها كتبقى كما هي هكا فلاتا ديالي باش مني كتدخلو الفران كتعطينا لفورم يعني زوينة اذا هنا كيف ما كتلاحظو كنحاول نجمع يعني العجين ديالي مزيان مزيان كنحاول نزيد دقيق دائما بالتدريج ك كيف ما عودتكم ما كان دخلوش كيميا اللي هي اكتير اذا غادي نستمر على هاد كيفية حتى غادي نوصل القاوم المطلوب باش غادي نقسم العجين ديالي على جوج وغادي نسمهم يعني بجوج ديال الماداقات اللي مختلفين اذا ما تمشيوا فين باش شوفوا جميع المراحيل وتشوفوا جميع النصائح ان شاء الله اذا خليكم معايا كيف ما كتلاحظو معايا متابعين الاوفياء قبل ما نكمل الكمية ديال الدقيق المتبقية فانا قسمت العجين ديالي في هاد المرحلة قسمته على جوج انتوما الى بغيتوا تديرون كهاء وحدة يعني في العجين كامل اكيد لكم حرية الاختيار فبنسبة الجزء الاول فانا ضفت له ما يعادي المعلقة صغيرة ولا نستمعلقة على حسب يعني الجهد اللي بغي انتوما في الحلوة ديالكم بغيتوه يكون مركز فانتوما كتضيفوا معلقة صغيرة بغيتو انها تكون شوية خفيفة فقديرو نصص معلقة ومن بعد كتضيفوا الكيمياء ديال الدقيق اللي لاحظو هنا ضفت ما يعالي ثلاثة المعلقة اللي كبار وكنزيد ندخل دقيق شوية بشوية بشوية باش هكما نفوتش دقيق كيف ما كنقول لكم الى فوتنا الدقيق فالحلوة ديالنا كتجينا شوية قاسحة وإلا خليناها او ثاني طرية كتر من القياس مني غادي ندخ فبالنسبة للجزء الثاني فاكيد غادي نسمو انا غادي ندير له النكهة ديال الكراميل فانا هنا هنستعملت فقط فلون بنكهة الكراميل واللي عندو الروح ديال الكراميل ولا لا غمط وفرف الدار فاكيد يدير هكا نصص معلقة ويشوف يعني على حسب اللي باغي هو واش تكون مركزة اكتر واللاقل لان هاد الكيمياء اللي تشاركت معكم اليوم ديال 500 جرام ديال زبدة فهي كتخرج واحد الكيمياء اللي كتيرة ما شاء الله وفي نفس الوقت الوافيرة يعني كيمياء ما شاء الله زوينا بزاف و وكتودي للناس هكا اللي تشربوها مع كويس ديالاتاي ولا الفطور ولا الوليداتكم من المدرسة فاكيد غتغنيكم على شحال من حاجة اذا هنا كيف ما غدا تلاحظوه من بعد مدخلت الكمية المناسبة ديال الضقيق هنا كيكون عندي جوش ديال منكهات اللي مختلفين بمادق ديال الكراميل وبالمادق ديال كابوتشينو فهو كيجي غزال وكيجي رائع بزاف بزاف اكيد في هذه المرحلة فاش كنا بدأوا نشكل الكويرات ديالنا فالفرران كيكون عندنا كيسخن على نار كيف معوتكم دائما بال بالنسبة لفرن الغاز النار اللي كتكون متوسطة فرن كهرباء 200 دراجة ولا 180 على حسب الجهة ديال الفرران النار من تحته من الفوق كنخليوه مع 10 دقائق مسبقا حتى كيسخنوه مزيان مزيان بالنسبة للاطات كندهنوهم شوية زيت ولا كنديرو بابي كويسون ولا اللي عندكم يعني بنسبة لهذه الحلوة هذه فهي ما كتلتسق شنيهائيا لان فيها الزيت فيها زبدة ما كتلتسق شنيهائيا كندخلو الحلوة ديالنا الفرران اللي كيكون مستخنة من قبل كنخلي واتك التحمر كت احنا كنتحكموا في اللون سواء يكون مغلوق ولا يكون مورد انتو ما كنتحكموا في الطيابة ديال الحلوة ديالكم بعد ما كتخرج الحلوة فكتخلي واحد تكتبر تماما بالنسبة لي انا فاني نص زينته بالمربع والكوك يعني على شكل ريش بوند وبالنسبة للشكل الثاني فاكد غنزينه معكم ان شاء الله بالقوفريات يعني لحسب كان اختم كمية من الباستا طونيك ولا اي نوع ديالباستا متوفرها هكا سيلفيا ولا اللي كان من الافضل الى كانت عندكم برطال اللون ديالها ابيض فهي كتعطي واحد المنظر اللي زوين فاحنا كنحكوها في الحكاكة الجيهة الغليضة كيف ما قد تلاحظو معايا فانا كفاتني لهاد الكيمية هذي اربعا ديال العلب يعني دك ديال تسعين ريال بالنسبة ليكم انتم ما كتمشيوا على حسب المتوفر ولا حسب اللي عندكم اذا لا لحظتو هنا فانا حكيت كمية من الباستا طونيك واخديت شكلات يعني اسود دوبتوها كفحة ممائد وضفتلو شوية ديال الزيت اذا كان شكلات نوعية مشي تلتمة فانتم ما كدفوا الواحد الكيمية ديال الزيت باش كيعطيكم واحد لابريونس في شكلات ديالكم ولا في الحلوة لانا انا غنفندوه ما كين حتى شي اشكال هنا كيف ما غدتلاحظو كانت تستقطر مزيال الحلوة ديالي من الشكلات وكندووزها في القوفريت فانا كنخدم كيمية بكيمية ماشي تخدمو وتبقى وتحطو لان الباستا ديالكم فاكيد كي غنقولو غتتفزق وفي نفس الوقت يعني دابل جو بارد فهي غتتتحزلكم واحد الكيمية اللي هي ك كتيره كتيره كتدوزو خمسات الحبات وكتحطوهم ومن بعد كتفينوهم وكتحيدوهم هكا باش ما كتتزوشو واحد الكيمية اللي كتيره من الباستا اما بالنسبة للجوز الثاني فانا دوزتو كيف ما قد كون في المربا وزينتو هكا بالكوك اذا ما تمشيوا فيه نخليكم معايا باش نشوفوا الشكل النهائي مع بعض كيف ما كتلاحظو الشكل النهائي ديال حلوة دياليوم حلوة الباستا او حلوة القوفريت او حلوة البيض المسلوق كل واحد واشنو كيسميها فهو كيكون على هات الشكل هذا بلاطو اللي هو رائع بزا بزاف تقليدي 100% يعني وبالمسال يزوينا كيف ما غاد يتلاحظو معايا كنتمنى الوصفة دياليوم تكون لات الاعجاب ديالكم ورقتكم وكيف العادة كنرحب الناس لي الله نضمون القناة باش يشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر مع تفعيل الزر الجرس بارتاجي ولاشين مع الاهل والأصدقاء والمعارف ديالكم دعمونا بزير لايت للاعجاب بشكل فيديو كتلونساند اكبر عدد من المتابعين هكدا كتحفزوني نعطيكم وصفات لي كتكون سهلة اقتصادية وفي المتناول وفي نفس الوقت كتعم الفائدة وكنشكر بزا 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 بالنس اللي كيبارتاجي وهكا الروابط دياليوم على عائلة دياليوم الأصدقاء والأهل والأحباب كنقول لكم شكرا بزا 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 من القلب له لايخطيكم وما تنسونيش من التعالق والآراء اللي ديالكم بزوينة اللي دائما كتحفزني هكا نعطيكم وصفات لي كتكون سهلة وفي المتناول دمتم في رعاية الله وحفظه إلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله موسيقى